تركيا تتواعد وحدات حماية الشعب الكردية في تل رفعت نائب رئيس الوزراء التركي باكير بوزداغ صرح بأن الجيش التركي سينهي وجود وحدات حماية الشعب في منطقة تل رفعت في ريف حلب الشمالي كما أنهى وجودها في عفرين مؤكداً اقتراباً نهاية بوزداغ أشار أيضاً إلى أن بلاده لا تسمح بتقسيم الترابي ووحدة سوريا أو إجراء تغيير ديموغرافي فيها مبني على المذهبية على حد تعبيره في صياق متصل أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن وجود القوات التركية سيستمر في عفرين حتى يستتبى الأمن في المناطق الحدودية وداخل عفرين ثم ستسلم المنطقة إلى عناصر محلية من أبناء المنطقة كلام كالين جاء رداً على استفسار حول تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الثلاثية في أنقرة مع الرئيسين الروسي والتركي والذي قال فيه أنه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين إلى الجيش السوري وكان الرئيس التركي طيب رجب أردوغان قال سابقاً أن الجيش التركي سيوسع عمليته العسكرية بعد عفرين إلى بلدة الرفعة ثم يتجه شرقاً على طول الحدود التركية السورية من جهة أخرى أعلنت مصادر الكردية جرح عنصرين من قوات الأسايش جراء قصف تركي لمعبر سيمالكا الواقع على مثلث الحدود السورية العراقية التركية مضيفة أن وحدات حماية الشعب الكردية ردت على مصادر النيران وسط توقف حركة المرور في المعبر في غضون ذلك بدأ الجيش التركي بإنشاء نقطة مراقبة ثامنة في منطقة جبل التركمان على الساحل السوري في إطار تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غرب سوريا مصادر في المعارضة أوضحت أن وفداً من الجيش التركي يرافقه عناصرها بدأوا باستطلاع مناطق عدة في ريف حما الشمالي ومنطقة سهل الغاب لتحديد مواقع للنقاط مراقبة جديدة للجيش التركي